السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 21 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الثور أرحضل موجود في برج الثور لغاية صباح يوم الغد الأحد ساعة 10 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة طبعا لغاية الساعة 10 و53 دقيقة من مساء موعد بث الحلقة اللي هم مساء يوم الجمعة بعدها بتوقيت جرينج طبعا بعدها بده ينتقل لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل برضو القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 ودقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الأعمال الأورام وكذلك من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الثور اليوم معناته اليوم منكون أكثر حذرا من ميل حماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا ولا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وعادة أثناء وجود القمر في برج الثور بننصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين نبتون طبعا ذكرناها في حلقة الشمس هاي زاوية خطيرة جدا لها تأثيرات لها علاقة بالمناخ أكثر شيء طبعا رح تكون هاي زاوية ذروتها ساعة 12 و 16 دقيقة بعد منتصف الليل هاي بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع من ميل تتبع أحلامنا ومشاريعنا الخيالية بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب من ميل لحل مشاكلنا باللجوء للمهدئات أو الأدوية المهدئة والبعض ممكن للكحوليات أو المخدرات وممكن نتعرض لوعكات صحية غامضة دوليا بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الضواهر البحرية كالفيضانات أو الطفان مثلا وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وأيضا بتدل على ارتفاع أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية راح تكون الساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة أيضا زاوية تربية سلبية بين عطارد وبين المشتري هذه الزاوية راح تكون الساعة 8 و 49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي برضو ممكن يعرضنا لمشاكل مع العدالة لازم نتجنب توقيع الوثائق المهمة وحاولوا أنكم ما تقوموا بأي استثمار أو مضاربات مالية بهاي الفترة لأنه كثير من هاي المضاربات اللي بتكون غير مدروسة بتنتهي بدعا وقضائيا دوليا بالدل على توجه الصحافة ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارية لبلد ما وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات أو التلاعبات في المؤسسات المالية أو البنكية أو يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة وممكن يتعرض بعض الكتاب أو رجال الصحافة للمقاضاء أمام العدالة كما أنه ممكن يكون فيه جدل حول بعض القضايا الدينية والعقائدية أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة 9 و27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 8 و29 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوّل من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت إطرارية ولكن إذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب هي جيدة للفحصات أو أخذ علاج أو مراجعات العنق، الحنجرة، الحبال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين وتفاحة آدم طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل لباقي أعضاء الجسم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون غدا لأحد ساعة 10.13 دقيقة صباحا بيبدأ بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة العاشرة و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره 19 يوم تمام الساعة 45 دقيقة بعد العصر نبدأ باليوم العشرين نسبة الإضاءة بتكون 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% ساعات المساء سعيد بنسبة 85% القمر في الثور حتى يوم 22 تسعة سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% عطارد في العذراء حتى يوم 26 تسعة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل هذا اليوم يحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وبالطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا وحاول انك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية البناءة لوضح حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم بادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة وما بيستطيع احد منافستك حاول انك تطوي صفحة الماضي ترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية ويعتبر من افضل ايام الشهر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء هذا اليوم بيطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وانجاز ما بوسعك من عمل متراكم دون اهمال صحتك بيسود نوع من انواع الهدوء والملل وبتراوح اعمالك مكانها ممكن تخيب اعمالك لسبب او لاخر حاول انك ما توقع على اي عقد وما تحسن اي امر لانها فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها حاول انك تعمل بشكل روتيني واجل الاعمال الضرورية والمهمة ليوم الغد لا يوصل القمر لا عندك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك وباستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبتفرح بانتصار مهني او اجتماعي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم وبيحمل لك هذا اليوم نوع من انواع الضغوط على عدة اصعدة ولكن اكثرها مع المسؤولين او على نطاق العمل اكثر واذا خالفت القوانين ممكن تكون يعني يعني يوم نعتبروا احنا فيه نوع من انواع التوتر وبتنتظرك مواجهة او ارتباط مهم وهذا الشيء برضو بسبب لك نوع من انواع التوتر فبدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في مسائل تتعلق بسفر او اتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم باحباكم تطمئن خواطرك في هذا اليوم وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال جديد ويعتبر من اجمل ايام الشهر حتى على المستوى العاطفي قوي جدا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان هذا اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب لالكم بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر الساد اهمش انك ما تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول انك تقوم بواجباتك بشكل تام اهمش انك ما تغامرش على المستوى المالي ممكن اليوم الطالب ببعض الحقوق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم بتكون ضغوط كثيرة شوي خلال هذا اليوم لان طاقتكم ضعيفة والقمر مقابلك تماما فبدك تحاذر من تأزيم اي خلافات وبيحاول ان يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل الا انه عندك قدرة على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدول غداكم واخذوا قسط كافي من الراحة بتلحق الاتصالات وبتكثر المسئوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل وما تشك بنفسك يعني برضو في نوع من انواع الانشغالات الصحية لدى البعض برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني اهم شي انه ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي انت اليوم على موعد مع مصالحة ولقاء ودي اهم شي انك تتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الاجواء تستعيد صفاء ذهنك بتفاوب بمهارة حاول اتمام العقود والسفقات التجارية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الاجواء فيها نوع من انواع الضغط او المسئولية الكبيرة وممكن تكون على موعد ارتباط فيه يعني نوع من انواع الاهمية ما بجوز الفشل فبدك تركز بشكل جيد ولكن بدك تحذر من المصاريف المفاجئة المنزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار وبتتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف اهم ايش انك ما تسكت اسمع صوتك بشكل جيد بدعوك لتنظيم جدول اعمالك تفادي لأي اهمال او تقصير بعضكم ممكن يهتم بمسائل تتعلق بالالكترونيات او السيارات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا